اهلا بكم في فيديو جديد تطبيق سيوز الفيديو التالت. كلمنا قبل كده عن سيوز وشرحنا التطبيق تاني فيديو قلنا لناس ازاي تسحب الفيديو ده بالنسبة للمشاكل وموعد انتهاء العرض اللي جهه صدمة كده لناس كتيرة لو انت ما تعرفش هقول لك دلوقتي العرض ده او الحدث ده هينتهي امتى لو بتجمع فلوس وفي مشكلة عندك في السحب هنتكلم عليها برضو حاجة غيرة بطلبها منك برضو ان انت تشاير الفيديو ده على قد ما تقدر مع صحابك مع سيوز نفس يوم تبعت لهم الفيديو دوت لان انا بطلب منهم ان هما يمدوا الحدث شوية يمدوا على الاقل عشر تيام ده بالنسبة لتحويل النقط لفلوس انت كده كده مستفاد طبعا الكلام ده متوجه لسيوز انت كده كده مستفاد لان الناس لما بتدعي في ناس او مستخدمين جدد بيدخلوا بتعرف عن التطبيق فانت مستفاد بكل تأكيد تاني حاجة هتدي فرصة للناس اللي عندها نقط تسحبها على بودافون كاش براحتهم عايزين يسحبوها على الفيزا بتاعتهم برضو براحتهم ولكن هتديهم فرصة انما كده مفيش وقت ان هما يسحبوا النقط ده حاجة طب يا احمد العرض هنتهمتها او الحدث ده هنتهمتها بص يا صاحبي من غير ما دخل بقى في انترو الكصص ديت زي ما هو قدامك في الصورة كده كتب لك تلاتين اكتوبر يعني النهاردة بيعمل انا بجاء احول على بودافون كاش او اتصارات كاش او اي محفظة يعني تمام بيقول لي ان في مشكلة وما بيتمش او بالعملية بيتمش اعمل ايه بص يا صاحبي في نفس الصورة لقدامك ديت قل لك ان التحويل على المحافظ الالكترونية كل يوم خميس وكل يوم تلات غير كده مش متاح وكذلك حتى يوم الخميس والتلات من الساعة اتناشر الظهر لحد الساعة اربعة العصر ده الوقت المتاح ان انت تبتب في رقمك ويتم العملية او العملية تتم بنجاح. بالتلاتة اللي جاي دوت هيكون بعد تلاتين هسحب فلوسي ولا لا انا حاولت ان انا اجيب السؤال دوت كلمتهم ولكن الدعم بتاعهم مش عايز اقول ان هو بطيء ولكن بسبب ان في ضغط وفي ناس كتير بتسأل كل واحدة لسؤال مختلف سواء على الواطس سواء على الفيس سواء في الكومنتات ففي ضغط عليهم فانا مقدر الحتة ديت ولكن هتمنى ان هما يردوا علي حتى التاني يوم يعني اللي هو بكرا الفيديو ده مصور ساعة ثلاث الفجر ففي وقت ان هما يردوا علي لو ردوا علي حيبقى فيه تعديل في الفيديو ولكن انا كلمتهم وحاولت هستفسر منهم على الموضوع دوت دلوقت النقط ديت هنعرف نسحبها وانا هتعرف نسحبها بعد كده ولا لا قال لي بالنسبة ل بتاع الايفون فقدامه شهر نوفمبر يقدر يجمع نقط ويحولها ل الايفون بتاع الايفون دوت يعني ناس تيلة شوية يعني هما هتلاقيهم عدودين على الايد الواحدة بالكتير يعني زي ما انا قلتلكوا لو في تعديل او في تحديث حينزل والتحديث بقى الجديد ان هما مفيش لا ايفون ولا غير ايفون يعني انت لو بتجمع على الايفون كل سنوان انت طيب هو واحد بس اللي يقدر يحصل على الايفون دي حاجة حاجة تانية الناس اللي معاها نقط برضو مهم جدا مفيش فيزا مفيش امان كله يوم التلات والخميس كله بلا استثناء المفروض حتى يعملوا استثناء للقصص دي هتقال لك لا بلا استثناء يا استاذ احمد طبعا مفيش اهتمام من الخدمة العملاء فما اعتقدش ان هما هيمدوا الحدث ولكن زي ما انا وردتك في الصورة اللي قبل كده انه ينفع تسحب يوم التلات اللي جاي وده على لسانهم ممكن يغيروا الكلام بعد ما غيروا حاجة دي كلها وارد كل شيء تطبيق نصب التطبيق مش نصب التطبيق ده فعل الناس وقت ما كانت بتسحب ده خلاصة الكلام يا صاحبي طب بالنسبة للناس اللي معاها نقط حينفع تحول ولا لا لحد دلوقتي انا هنستنى الاجابة فلو في اجابة هتظهر في الفيديو لو مفيش اجابة فالفيديو زي ما هو الناس اللي معاها مثلا عشر نقطة عشر نقطة تلاتين نقطة هم قالوا برضو ان احنا هننزل عروض في بداية شهر نوفمبر عشان كده في تحديثية اتمنى ان كل حاجة ترجع طبيعية عشان الناس بدأت تقلق انا واحد من الناس مش مقلق لان انا عارف ان التطبيق مش يومين ورابعة طالع لا التطبيق ميكمل لابعد السنين من الشهور التطبيق مش عبارة عن تطبيق اه استثمار او نصب من اللي هما بتعطي الاستثمار اولا تدفع مية وبعدها بشهرين وما اخدش منك حاجة ولكن في مجهود في ناس بازلت مجهود فعلا ان هي تلاقي حد ما عندوش او تلاقي ناس اصلا تفاهم فاتمنى منهم ان هما يمدوا الحدث يبصوا كده كده هما مستفدين برضو زي ما قلت في الاول هما كده كده مستفدين ان الناس بتدعي ناس فالناس بدو دخل للتطبيق فدي حاجة كويسة يعني فانا بقول لهم على الاقل سيبوا الحدث شغال عشرة يام او شهر نوفمبر زي وزي الايفون بالنسبة للناس اللي معنات وعايزة تحولها الفلوس على ودافون كاش او على الفيزا ده رأيي او ده خلاصة الفيديو ده كله طبعا زي ما انا قلت لك في الاول انت اللي هتساعد ان الفيديو ده يوصل لسيوز هما اكيد بكل تأكيد اول فيديو شافوه ليه طبعا لان الفيديو عرفين هو طلع بكم يعني انت دخلت شفت الفيديو سمعته للاخر فالفيديو طلع راح لحد تاني حد تالي تحت موصل لسيوز بكل تأكيد هما شافوا الفيديو مفيش خلاف على كده حتى هما لو ما شافوهش الفيديو نفترط يعني هما شافوهش الفيديو الاولاني ولا التاني فانت اللي هتوصل لهم الفيديو ده بس كده ده خلاصة الموضوع يا صاحبي لو عندك اي حاجة اسبها لنا في الكومنتيات واشوفك في فيديو تاني سلام اشتركوا في القناة